أستاذ سلمان للأحزاب السورية التقليدية والطيارات السياسية التي كانت معطلة من عام 63 والناشئة بعد 2011 هل ترى لها دور ممكن أن تلعبوا في حل الأزمة السورية وإن كان ما هو الدور؟ الكثير ما طريحت لأسلين أنه أين القوى السياسية السورية في هذه الأحداث أين دورة أين مكانتها مغيبة لكن لنكن منطقيين القوى السياسية والأحزاب السياسية السورية مذو تفضلت حققتك مذو 63 طبعاً من السبعين تفاقمت هذه الحالي قسم من الأحزاب تم تدجينها والقسم الآخر تم قمعه بشدة ومحارضة يعني قسمين القسمين الأحزاب كلها تم إبعادة عن إمكانية الفعل وأن يكون لها دور سياسي وتم تمويت الحياة تصحير الحياة السياسية في سوريا منذ السبعين بشكل عملي وواقعي هناك أحزاب تم قمعه بشدة كتنظيم الإخوان المسلمين كربط العمل الشيوعي كمنظمة الشيوعية العربية الذي أعدم خمسة من قادتها دفع وحدة أيضاً حزب العمل الثوري هناك كثير من الأحزاب اليسارية التي قمعت بشدة وأمضى مناضلوها عشرات السنوات في السجون لمجرد الداري ولم يحملوا السلاح الأخوان المسلمين تهموا بأنهم حملوا السلاح وقد يكونوا حملوا السلاح لكن منظمة العمل الشيوعي لم تحمل سلاح مجرد يعني وقمعت بشدة أحزاب الأخرى تم تدجينها وتم أعطاء بعض المكاسب وتم تدجينها ورأينا الآن أن دورة تضاءل كثيراً مع الأسف أحزاب تاريخية في حزب الشيوع السوري القوميين السوريين تم تقسيمها تشهزيها يعني ليس تقسيمها تشهزيها طبعاً بلعب مخابراتي تم تقسيم هذه الحزاب وأصبحت الحزب الثلاثة أو أربعة وتم تدجينها بشكل كامل والآن تبقى على نفس المنوال الحزب الشيوعي مع الاحترام منه طبعاً لنظرات الشيوعيين الرفاق الشيوعيين لا زال يقول أن سوريا لن تركع ومن أجل المصالح الكادحين ونحن تحالفنا مع النظام يعني لدعم التوجهات والوطني وغيرها أصبحت هذه العزاب غير مقبولة حتى من عناصر الحزب وبالتالي ليس هناك الحقيقة حتى الآن هناك أحزاب حقيقية في سوريا وليس هناك فرصة يعني بالأحرى لنشوء قوى سياسية حقيقية وفاعلية تستطيع أن تمارس دورة وأن تؤثر إمكانيات الجماهير الحياة السياسية مصحرة النقابات تم السيطرة عليها تم تدجينها أيضاً تم انهاء دورة أصلاً يعني كل القوى الفاعلية التي مفترض حتى منظمات المجتمع المدني تم انهاء أو القضاء عليه في نفس السياق أستاذ سلمان أنت موجود بالداخل السوري هل ترى نفسك هل لديكم في حزبكم استعداد للحوار مع الطيارات والأحزاب السياسية الأخرى الموصوفة بالمعارضة للنظام بما فيها الإخوان المسلمون هل ترى نفسك فعلاً تجلس معهم وتحاورهم باعتبار أنهم جزء من الحراك السياسي العام في سوريا نحن نتصور بأن ناغذة سوريا التي نطمح لها تفترض أن لا تغصي أحد ممن يؤمن بالعمل السياسي يفترض أن يفترض أن لا تغصي أحد العملية السياسية لا يكون هناك إخصاء لأحد ممن يؤمنون بالعملية السياسية الديمقراطية وبالانتقال السياسي الديمقراطي وبعدم اللجوء إلى العنف والسلاح وغيره أعتقد أن بعض القوى كالإخوان المسلمين يفترض أن يقوموا بمراجعة وأن يصدر عنهم مواقف في هذا المجال تلبي ما يريده السوريون نحن بتأكيد أننا ممدودي للجميع لجميع القوى المعارضة هل سبقت وتحاورت مع أحد من شخصهم للإخوان؟ لا يعني بدون تذكر أسماء ولكن كتجربة مبدأ من تجربة العمل السياسي لم يصبح مع الأسف مع الأسف لا لم تفقي هذه القوى لكن أنا مستعد للحوار مع الجميع السوريين الذين يتبنون العمل السياسي السلمي ويبتعدون عن استخدام السلاح دكتور جمال أو أستاذ جمال أفوان كيف ترى دور الأحزاب بالخروج من الأزمة وبناء مستقبل سوريا؟ أنا بشوف أنه يعني عملياً من التسعة وأربعين يعني بعد الاستقلال بسنتين بدأت الحرب العسكرية على الأحزاب السياسية فرحنا سنتين ثلاثة ويمكن بعهد الانتداب كانت الأحزاب عندها نشاط لا بأس فيه بالأربع وخمسين رجعت نشطة الأحزاب بشكل جيد ولكن كان عيبها أنه يعني ما دخلت دم جديد يعني رجعت وقفت بالثمانة وخمسين نشطة سنتين من الواحد وستين إلى تلاثة وستين فنحن تجربة حقيقية لعمل حزبي بسوريا هو يعني من تأسيس دولة سوريا كدولة بالثلاثينات تحت الانتداب يعني بعد الاحتلال بحوالي خمسة عشر سنة وإعادة توحيد الدولات السورية نشطة الأحزاب بشكل جيد ولبعد حرب فلسطين بسنة واحدة بيخطر على بالي خاطرة باعوا تفكر فيها السوريين يعني مع كل تاريخهم السياسي والديمقراطي والنيابي طيب يعني كتيبة جيش شلون سمحولها تستولي على حكم ديمقراطي وتحكم بكتشف انه الجواب انه الشعب السوري يعني لما انصدم بنكبة فلسطين وضاعت فلسطين بضعف السياسيين السوريين مع انهم وطنيين قبل انه يكون في عنده حكم عسكري ربما يعني قدم قضية فلسطين على اي قضية اخرى لكن الحكم العسكري وقت اللي بيتمكن ما عاد يرى وما عاد في منه يعني ما عاد تطلب منه هلأ ادي بشي شكلي يحسب له انه اعاد الحياة الديمقراطية باستقالته لكن رجعت نفس الشخصيات اللي انتقدها السوريين باداءها بحرب فلسطين ويعني هاي الازمة اللي لا تزال جارحة كل السوريين لليوم يعني جز جارحة كل العرب كل الامة الاسلامية لكن جارحة السوريين كتير فالكل بدهوا يلعب عليها والنظام يعني سر استمراره على مدى خمسين سنة انه اخي انا عم محارب اسرائيل شي الاسرائيل بينهار النظام وهذا قال يعني ان قالت ببداية السورة يعني قال رامي مخلوف قال امن اسرائيل من امن سوريا بلتموا السوريين بقضيتهم لا لازم تبقى هذه المشكلة لازم تبقى هذه المشكلة بتصريح بتصريح او بمذكرات استالين بجاوب على سؤال انه ليش يعني ليش قدمت مشروع اقامة دورة اسرائيل على ارض فلسطين فبجاوب اردت ان اجرح ان اضع للعربي شوكة في مؤخرتهم تقليمهم ابدا الدهر هو اصده الغرب يلي انتصر بالحرب التانية وطلع الاتحاد السوفيتي ما عنده مكاسب بالنفط والامتيازات بالمناطق فكانت مشكلة كبيرة ولا تزال شيل هالقضية هاي كله واقف على سلم هيكي يعني سانده على قضية فلسطين استمراره اسكتوا يا شعب انا عم حارب لحتى استرد فلسطين وبيني وبينك كله كاسب استاذ جمال معلشي هذا هيك سؤال بس لو سمحت بعجال انه فعلا الوقت اداركنا بدي اختم مع الاستاذ سلمان بسؤال بس السؤال لاي لك هل نستطيع ان نقول ان يعني 13 و14 سنة الماضية من الـ 2011 حتى اليوم كانت هي عبارة عن دورة مكسفة للسوريين سياسيا واجتماعيا وا 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 و اعادت انتاج الكثير من الشخصيات نراها ونشاهدها اليوم او نسمعها ان اصابت او اخطعت المفروض ستكون هيك مفروض ستكون هيك لكن بالـ 2012 عم احكي عن جنب المعارض بالـ 2012 وبعد يعني يعني ما تشكل الاقتلاف وبتعدد رموز وطنية كتير عن مواقع يعني متقدمة في المعارضة الحقيقة ما عاد في انتاج عبارة عن استنساخ استنسخوا الاقتلاف بجمعية استنسخوا الاقتلاف بتيار معارض الاقتلاف والداخل السوري والاحزاب وتجربة الاستاذ سلمان هل تجربة الاستاذ سلمان تخترب يعني بشكل عام لكن هل هناك تجارب مثل تجربة الاستاذ سلمان ما فيه لكن هل انتجت تجربة الاستاذ سلمان طيب استاذ سلمان يعني صراحة الوقت اداركنا لا 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 انا بتمنى انه تمدد الحلقة في كلام لازم نسمعه من الاستاذ سلمان هو أنا بدي اسأله هذا يعني هو بكلمة اخيرة يعني كيف بتحب شو بتحب توجه رسالة للسوريين يعني سلمان سامعني هلو معين انا اسمع كنتوا تسمعوني نعم نعم سامع تفضل سؤالي كان واضح عندك نعم نعم انا بالحقيقة اريد ان وجه رسالي الى جميع الاخوة السوريين وانا فعلا اعتبر اي سوري لم يشارك بجرائم ضد السوريين هو اخ حقيقي لي او انا هاي طبيعتي وهاي يعني من يعرفني يعرف ذلك انا صديقي انا انسان مريض قد تكون ايامي او شهوري معدودي بهذه الحياة سلام اردوشا اريد ان اخاطب السوريين جميعا في الداخل وفي الخارج موالاة ومعارضة يعني بمختلف مواقفهم ومواقعهم السياسية سوريا لن تجدوا وطنا جميل ورائع وله تاريخ مجيد كسوريا اتمنى ان تكون سوريا اماني بديكم جميعا حاولوا بكل الوسائل ان تساعدوا سوريا لان سوريا مقوفي حاولوا ان تحافظوا على وحدة سوريا او ان تستعيدوا وحدة سوريا سوريا الان مقسمة مع الاسر حاولوا ان تتخاطبوا مع بعض بلغة الحوار بلغة التسامح وليس بلغة الاحقاد والكراهي كما قلت نحن مع العدالي لكن بنفس الوقت نحن مع المسامحة مع لغة الحوار مع لغة الانسانية وليس مع لغة الاحقاد والكراهي هذه مهمة تاريخية للسوريين جميعا لن يرحم التاريخ ولن ترحم سوريا من يتخازل في انقاذه هذه رسالتي للسوريين جميعا